تلقى جالانت اللوم على نتنياهو في الحكومة وقال إن مطالبه ستؤدي إلى ضياع فرصة التوصل إلى اتفاق جالانت قال في جلسة الحكومة إنه إذا كانت الحكومة لا تريد سماح بالانتقال إلى الشمال فهذا ممكن لكنها ستضيع الفرصة وأضاف أن الجيش قرر بالفعل الموفقة على التحرك نحو الشمال وإذا لم يحدث ذلك فلن يكون هناك اتفاق على حد قوله بن جيفير من جهته دخل في جدل مع جالانت وخاطبه قائلا إذن هل لديك مشكلة مع صعود المسلحين إلى شمال قطاع غزة؟ أضيوف الأكارم نستطلع آخر الأخبار مع مدير مكتب الحدث في فلسطين من القدس ينضم إلينا زياد حلبي مرحبا بك زياد تفاصيل أكثر عن هذه الجلسة هذه الاقتباسات من جلسة الحكومة الأمنية المصغرة تبين لك بأن الجلسة التي كانت معدة أساساً للضربة على حزب الله الوزراء عملياً أدلوا بدلوهم في هذا الموضوع بدون أن يطلعوا كما قلنا على أي شيء من تفاصيل هذه الضربة خشية من التسريبات للخارج وبالتالي كان النقاش الملفت ربما حول صفقة التبادل جالنت لم يتردد كثيراً بين السطور اتهم نيتنياهو بأنه وضع شروطاً جديدة خاصة شرط تفتيش كل من سيعودون من النزحين أقصد إلى شمال قطاع غزة بهدف إفشال هذا الاتفاق بن كفير بالفعل جادل وزير الدفاع وكذا أيضاً فعل سموتريج الذي قال في الجلسة إن أحداً لم يقر هذا المسار الذي تم تسليمه لبايدن والذي وضع في السابع والعشرين من مايو الماضي لم يتم التسويت عليه في أي جسم لصياغة القرار في إسرائيل وزراء الليكود كان ملفت دعوا إلى ضرورة الذهاب سريعاً إلى الصفقة نيتنياهو الذي كان كما العاد محرجاً من هذه الاتهمات ذكر الوزراء بأن الحديث هو عن حزب الله وعن لبنان وليس عن صفقة التبادل قبل قليل أيضاً ما يسمى بهيئة عائلات المحتجزين أصدروا بياناً طلبوا فيه نيتنياهو والوزراء بالمثول أمامها الإسرائيليين وتفسير لماذا تتم عملية تعطيل الاتفاق من الإسرائيليين وليس فقط من عامل سريعاً زياد ياير جولان رئيس حزب العامل نيتنياهو كان ولا يزال يشكله خطراً على مستقبل وأمن إسرائيل إلى أي حد بالفعل بدأت تضيق المواقف والخناق على نيتنياهو يشاطره في ذلك الكثير من الجنرالات الكبار السابقين في إسرائيل الذين باتوا يحذرون من أن الرجل عملياً بات غارقاً تماماً في محاولة البقاء حتى بأثمان لا يمكن لإسرائيل ربما استراتيجياً أن تتحملها يعني مثالاً حياً على ذلك قد يكون وفق هؤلاء هو إمكان أن نستفيق على حرب شاملة في المنطقة متعددة الجبهات لا تشبه حرب غزة شكراً جزيلاً لك من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين الزميل زياد حلب